ده ما عنداش مورد ما بتشتغلش اه بسنتي مع حدودك خلينا برضو في القانون اه فكرة ان احنا نتفق من الاول ان انا هتفعل كذا مثلا مرتب كل شهر لا ما هو المرتب هو مش فيه مش مرتب ما يسماش مرتب هو فيه مصروف شهري يعني ايا كان اسم بالزبط اه فاحنا نتفق مثلا ان هما الف جنيه الفين جنيه ايا كان الرقم اللي هيتفقه عرفانتي مع الفكرة دي اه طبعا انا مع الفكرة دي عشان تأمين لحياة الست دي لانها ما عنداش مورد ما عنداش والد يتكفل بيها نفرض ان والدها والدتها توفو ما عنداش اخ ولد تتسند عليه يصرف عليه وان كان ان فيه اخوات بعض الاخوات ما بيتولوش اختهم بعد طلاقها هتعيش منين مين هيسندها مين هيصرف على اطفالها ده غير نفقة الاطفال يعني هي هتتركن على مين هتتسند على مين فهو يكون بيدفع آآ نفقة الاطفال ونفقتها والراتب او المصروف اللي ام اتفقوا عليه ايوه تأمينا لحياتها وعشان دي ام اولاده يعني وفاءا وفاءا وده ما بيحصلتش من من بعض رجال كتير وفاءا لهذه السيدة اللي فانت روحها وحياتها وزي ما قلت لحضرتك بدأت معاه من السفر يا ما فيش ست بتبدأ من طب لو راجل ما نجحش في حياته يعني يدفع برضه لا ما هو ده عنده بقى ما هو ما نجحش في حياته ما عندوش مورد هنقول فيه راجل ما عندوش مورد طلقت وتزوجت ثم طلقت من الثاني ان شاء الله تاخد المرتب منين من الاولان او من الثاني ما لو طلقت من الاولاني واتجوزت واحد تاني اكيد مش هتاخد من الاولانية خلاص بياتوقف خلاص بياتوقف في زوج تاني على فكرة ده اكحاف للمرأة ليه اكحاف للمرأة هقول لحضرتك على حال يعني عشان بنحفز لحظة واحدة فانت ما انا هقول لحضرتك حاجة هي القوانين كل المجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والأظهر وغيرها بيعملوا القوانين دي ليه مش حفاظا على الأسرة مش حفاظا على جيل ينشط دهو بيقولك الأسرة حتنتهد والطلاع حيزين والجواز العرب حيزين ده أنا بوريكي حاجة بسيطة جدا إن الزوجة حتتظلي الأول لما هنيجي أثناء توثيق عقد الزواج كده هوت عشان أكتبه في العالم الشقة من حق مين أنا كأبو زوجة الزوجة كحضنة من حقها يا فندم أنا جاي أثناء توثيق عقد الزواج هو مازون وقعد وبيتكلم الشقة من حق مين لو اطلقت أولا لمجرد أن أنا هطلع الكلمة ده هيتخلق معايا خلاص ما بقى قانون هم جايين من التفقيل هو لسه هيعرف وبجد هو في الحكاية دي لا هو القانون لو أقر وإحنا رايحين نتجوز أنا وهي منتفقين لو القانون أقرقوا هللتفقين الكلمة اللي هتتقال اسمعوا وسل الآخر الكلمة اللي هتبشره ولا تنفره انت جاي بيتبشر علينا بالطلاق لا لا ده بقى قانون أبشر إيه مرتبة كان بعد الطلاق هو ما هي مش هتبقى لماذا؟ مرتبة لمين؟ للزوجة ما فيش مرتبة ده هي بتاخد البدل بتاع أجر الحضانة مظبوط يا متر تمام مش بتاخد أجر حضانة تمام ما هي شغلة وبتاخد أجر حضانة مادامة حضانة أو أنت لما تيجي أكتب في قلب الوثيقة كده هو الشقة من حق مين؟ هيقول لك من حق الزوج طبعاك الحال ده شقيت فيتابويا بقت من حق الزوج طلقت بقى لها في الشقة هيكتب كده في الوثيقة على فكر يقول لها مش هتجوز لا ده الشقة من حقي وأي واحدة النهاردة لما هتلاقي دي عقبة في عقد زواجها أو في زواجها هتقول لك الشقة بتاع توازين عايش على الله يبادي واحد وهو حد يفكر في الطلاق معه ده اللي هيحصل وده اللي هيقول هي بتتجوز عشان تتطلق يا فاندر وهو في واحد يتجوز عشان يطلق لا طبعا لا طبعا مفيش حد يتجوز عشان يتطلق نبقى بالتالي حاجات مرفوضة ان هي تتعرض